من ضيق الحياة في حلب الشرقية إلى سعتها في المناطق المحررة بريف المحافظة نزحت عوائل عدة منذ بداية العام الحالي حسب ما أكدت شبكات محلية الشبكات أوضحت أن نزوح الأهالي جاء بسبب ضعف الخدمات وقلة أساسيات الحياة التي سجلت أسعار قياسية تصل في كثير من الأحيان إلى ضعف سعر مثيلاتها في المناطق المحررة أما عن أزمة الغاز فمشاهد طوابير هذه كثيرة بإظهار حال المدنيين الذين لا طاقة لهم بشراء استوانة تصل في كثير من الأحيان إلى 25 ألف ليرة سورية ولهذا لم يكن طارئا أن تسجل وفاة طفلة في حي باب النيرب لعدم قدرة والدها على شراء مواد للتدفئة ونتيجة ذلك وضعف القدرة الشرائية اضطر الكثيرون من أهالي حلب للتعبير عن غضبهم على صفحات التواصل الاجتماعي مشيرين إلى أن ميليشيا أسد ومسؤولي حزب البعث يحتكرون القسم الأكبر من المواد المقارر توزيعها على الأهالي تاركين القسم القليل منها ليوزعه المتنفذون حسب أهواءهم